الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سائل يقول أخطأ والدي بحقي بشهادتي شهود ورفعت صوتي غضبا عليه هل أؤثم وهل أعتذر له القرآن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلهما فلا تقل لهم أفن وأنت رفعت صوتك غضبا ولا أدري ماذا قلت في هذا الغضب فلا تقل لهم أفن ولا تنهرهما وأنت رفعت صوتك غضبا ومن المؤكد أنك لم تقل خيرا ومن المؤكد أنك لم ترفع صوتك غضبا على والدك لتقول كلمة طيبة إذن أنت قلت أفن ونهرته فلا تقل لهم أفن ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير إذن نعم الواجب عليك أن تذهب إلى والدك وأن تقبل رأسه ويديه وعجله إن استطعت وإن تركك وأن تفرحه وأن تضاحكه وأن تعتذر منه حتى يرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته